اهلا بكم معكم جمال سالم من جيسانا بديزاينز وهذه سلسلة Premiere في 3 دعائية النهاردة سنتحدث عن Warp Stabilizer ماهي Warp Stabilizer أخذت فيديو كده بتليفون او بحاجة او كانت الصورة بتاعتك او الفيديو بتاعك في رعشة او اهتزاز شوية ومش عارف تعالج الموضوع ده ازاي هنتعرف ازاي نعالج الموضوع دوت في Premiere Pro بس قبل ما نبدأ دوت اوضح موضوع بسرعة فيه ناس عشان تعالج موضوع الشيك او اللي هو موضوع الرعشة اللي في الفيديو دوت بيستخدامه اللي هو المانع الاعتزاز فانت لما عندك مانع الاعتزاز وتاخد صورة بالفيديو بالتليفون او بكاميرا او اي حاجة وحالة بتعالج الموضوع دوت يلا بنا نشوف ازاي قبل ما نبدأ برضو خلينا نشوف الفيديو دوت عشان يوضح لنا الفكرة ازاي اكتر انا عندي الفيديو ده كنت اخدته وانا ماشي في الشارع فخلينا نشوف قبل بنعمل اي حاجة خالص كما نرى لو تلاحظوا ان هناك رعشة على الجوانب طبعا كنت ماشي على رجلي ففيه رعشة كده في الفيديو وتحس ان انت لو ركزت فيه شوية يبدأ اعملك دوخ كده او تعب او كلام من ده طيب خلينا نجرب مثلا لو نشوف الفيديو دوت تاني بعد ما عملنا له الورب استيبليزر هنا الفيديو بعد ما عملنا له الورب استيبليزر تحس ان الوقت الصورة بقت انعم شوية طبعا انا ماشي مشتقدر تشيل موضوع الخطوات وانت ماشي كما نرى الصورة نعمة طيب خلينا نضع الاثنين مع بعض مرة واحدة يعني side by side او جنب بعض لكي تشوفوا الفرد هنا لدي الاثنين جنب بعض والذبط اللي على اليمين دوت اللي قبل المعالجة اللي على الشمال بعد المعالجة غيرت الالوان شوية بحيث ان انتو تشايفين الوضع عامل ازاي لو نلاحظ مرة تانية على اليمين الرعشة لست موجودة على الشمال الرعشة دي رحت خالص لاننا استخدمنا الورب استيبليزر طيب من غير كلمة كتير كيف نتعامل مع الورب استيبليزر الموضوع اسهل من السهولة اولا تبدأ عندك project او البرمير مفتوح تضع قطعة مقطعة او مقطعة الكلب او فيديو تضغطها عندك هنا وبعد ذلك تأتي عندك على effect تضغط هنا على السهمين تجد قائمة effect تجد على search bar نضغط هنا وتكتب warp استيبليزر scroll down ستجد الورب استيبليزر تضغط عليها ضغطة واحدة وبعد ذلك تسحبها على الفيديو واستنى بعد هنا يقول لك analyzing in a background يعمل موضوع المعالجة يشيل الهتزاز في الجزء اليمين الورب استيبليزر 4% كل الفريمات 1130 ويبدأ ان يتعامل مع هذا الموضوع يقول لك 4 دقائق وانت شغال هناك options هناك result نتيجة نتيجة smooth option او no motion اضغط على smooth option بحيث يديني الصورة النعمة وبعد ذلك smoothness يعني اضغط درجة الثلاثة او النعمة في هذه الحالة اضغطت 50% انت تكون حسب الفيديو او اللي انت شغال فيه وبعد ذلك هناك option اخر يسمى method او الطريقة تعاوز تعمل موضوع المعالجة هناك اضغط هناك options position position scale rotation perspective وسب space warp اخترت وسب space warp يختلف على حسب كل فيديو موجود عندك اخر عندي الفريمين الموجودة هنا اضغط عندي supplies crop او توسكال يعني اضغط الرعش او الهتزاز الموجود واقص الفيديو واقص عادة او عادة توزيع على الفريم الموجود عندي دي الاعدادات الموجودة عندي اللي انا استخدمتها هنا وحاليا بيقول لك هو باقي عنده حوالي 40% حوالي 60% زي ما انا شايفين هنسيب ويعمل الشغل بتاعه بعدين نرجع تاني نشغل الفيديو بتاعنا طبعا انا صراعط الفيديو لان المعالجة دي تاخد وقت شوية يعني قبل من شغل الفيديو بتاعنا المعالجة دي لو انت عندك فيديو طويل جدا انا عندي الفيديو ده وارجع تاني لما يخلص وابدأ اشتغل معي لكن في حالة دي فيديو كان صغير خلص معي وكل حاجة تمام اشغل الفيديو عندي دلوقتي خلينا نشوف شاكله كده على الشاشة هنا تود شاكل الفيديو بعد المعالجة او شلنا الشيك اللي كان موجود فيه الموضوع جميل جدا شكرا على المتابعة كان معاكم جميل سلام معيشة تفاول وشاركو الحلقة الجاية في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة